تواصل القوات العراقية هاجماتها لاستعادة السلطر على المناطق التي لا تزال خاضعة لاحتلال داعش في جانب الغربي من مدينة الموصل آخر وأكبر معاقره في البلاد وتمثل أحياء الشفاء والصحة والزنجيلي الواقع لشمال المدينة القديمة تمثل المناطق التي تسعى قوات الأمنية السيطرة عليها تستمر المواجهات في أحياء الزنجيلي وشفاء والصحة الأولى في الشطر الغربي للموصل شمال العراق التي أعلنت القوات العراقية المشتركة اقتحامها قبل خمسة أيام من أجل تحريرها من تنظيم داعش قوات الشرطة الاتحادية تمكنت بإسناد الطيران الحربي من صد هجوم لتنظيم داعش على مواقع الشرطة في باب الطوب مركز مدينة الموصل وقال مصدر عسكري أن قوات الشرطة كبدت المهاجمين خسائر في الأرواح والمعدات من جانب آخر كشفت قيادة عمليات نينوى في الجيش العراقي عن تحرير 54 حيا في الجانب الأيمن من الموصل وقدتها 300 مقاتل تابعين لتنظيم داعش منذ شهر شباط فبراير الماضي وفي هذا الصدد قال لواء الركن نجم الجبوري قائد عمليات نينوى وإن هناك تنسيقا بين جميع المحاور المتقدمة في معركة الموصل لافتا إلى أن معظم المقاتلين التابعين إلى تنظيم داعش هم من الأجانب باستثناء عدد محدود من المقاتلين المحليين وكشف الجبوري أن الفرق العسكرية توشك على استعادة الجانب الأيمن بالكامل بعد القضاء على آخر جيب يحتله تنظيم داعش في الموصل القديمة وأضاف أن القوات العراقية تمكنت في آخر عملية لها من تحرير 30 محتجزا لدى التنظيم في أحد مجمعات حي الزنجيلي وفي الحديث عن خسائر داعش أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر أن داعش خسر ما نسبته 80% من أفراده الانتحاريين بسبب تصفية أعداد كبيرة منهم خلال الأسابيع الماضية وانقسام آخرين إلى خلايا متفرقة يسودها الارتباك ترجمة نانسي قنقر